داخل مزرعته يتجول محمد عماوي أحد مربي الأسماك في منطقة الأغوار من أجل إحصاء خسائره من أسماك الكارب النافقة مرب الأسماك أمام خسائر تقدر بآلاف الدولارات ما زال الموت مستمر لغاية اليوم نحن طبعاً هذا السمك اللي مات صار لنا ثاني من ربي فيه كيلو بأربع ليرات وخمس سبعين كرش فبعدك تضرو بثمنتع شرطان بأربع ليرات وخمس سبعين كرش بطلع عندك الحصيلة تقريباً قيمة الخسارة هنا في مختبرات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الصحة الأردنية أكد مختصون خلو الأسماك من وباء كوي هيربيس بعد جمع عينات من الأسماك النافقة مؤكدين عدم تأثيرها على المستهلك الأردني وإصابتها بفطريات في الخياشيم بسبب نقص الأكسجين الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة الأردن خالي من مرض الكوي هيربيس فيروس هذا المرض المسؤول عن نفقات عالية جداً وصلت إلى مئة في المئة وهدد استزراع السماك في بعض الدول المجامرة نحن نتعامل مع حالة مرضية ناتجة عن إصابة فطرية لمرض إجهادي تزامنت هذه الإصابة مع ظروف مناخية وظروف بناء بيئية لا يؤثر أبداً على صحة الإنسان حتى لو استهلك بعض الأسماك المصابة بهذا المرض وكانت منظمة الأغذية والزراع العالمية فاو قد حذرت من تأثر قطاع تربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المفاجئة على درجات الحرارة ارتفاع درجة الحرارة معدلات درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري بدرجة واحدة يؤدي إلى نفوق 25% من الأسماك في المحيطات والبحار حتى الفيروسات تصبح فعالة أكثر حتى المبيدات والمعقبات تصبح غير فعالة مع ارتفاع درجات الحرارة وحسب جمعية مربي الأسماك فإن وزارة الزراعة توجهت لإنشاء عيادات في الأغوار لتثقيف مزارع الأسماك بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير مختصين لمساعدتهم في وقت يطالب فيه مربو الأسماك في البلاد بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية لتعويض خسائرهم عقب نفوق عشرات الأطنان من سمك الكارب تقول وزارة الزراعة أن أسباب النفوق ترتبط بإصابة خياشيم الأسماك بفطريات لا تنتقل إلى الإنسان حيدر العبدالي الحرة الأغوار الأردنية